اشتركوا في القناة خدوا حذركم اكتر من الاول خدوا احتياطاتكم اكتر من الاول مش معنى ان الحذر اتفك يعني خلاص بقى الدنيا تمام لا حذر اتفك عشان اسباب معينة عشان عجلة الانتاج تمشي عشان الناس تعرف تشتغل عشان تلاقي فلوس تصرف خدوا بالكم من الكلام ده كويس مش معنى كده ان خلاص مفيش كمامة مفيش كحول لا بالعكس التزم وبالكمامة اكتر من الاول ويا رب يا رب يعديها على خير ويا رب ما يجب لنا حاجة وحشة ابدا ولا لينا ولا ليكم ولا كل السامعين اللهم امين بالمناسبة دي بقى النهاردة صحيت وجيت القناة لقيت فيه خبر حلو زميلتنا هيام شاهين المراسلة هنا معنا زواج اخوها محمد شاهين ببارك لك يا هيام ببارك لك يا محمد الف مليون مبروك يا حبيبتي ويا رب يا رب جعله وجوزة العمر كله ويهدي سركم ويفرحكم يا رب يا رب بأولادكم اللهم امين الف مبروك ليكم امبارح بقى هنتغدى النهاردة امبارح شفت في السوق البامية الخضرة وانا بقى بشوفها قلبي بيدو اول ما البامية الخضرة اعرف انها نزلت السوق وموجودة بس خلاص خلص الكلام على كده حتة لحمة داني ومحترمة ونروح عاملين طاج اللحمة داني طاج بامية باللحمة الداني بالطشة الحلوة بتاعته ويستاهل بقوكم وده ان شاء الله اللي هنعمله مع بعض النهاردة وكمان هنعمل جنبها رز حبة وحبة او رز مفلفل اكتر نوع رز بيليق معه بيبقى شاي جدا جدا مع البامية يلا بينا نسامي بسم الله ونقول المآدير وبعدين ندخل على التحضير المآدير بتاعتنا البامية باللحمة الداني عندي لحمة داني بامية فلفل رومي وفلفل حامي بصل مفروم للطشة هيبقى فيه توم مفروم وسامنة وفلفل رومي برضو وفلفل حامي ملح وفلفل اسود كزبارة ناشفة شوية بوهرات مشكلة او بوهرات هالة اللي احنا على طول بنعملها مع بعض وعصير تماطم وصلصة دي كده مآدير البامية باللحمة الداني نقولها تاني بامية ولحمة داني ما بحددش الكميات الكمية دي بتاعتك انت اللي نسبك ولو عايزة النهاردة تعملي شوية بامية حلوين زي بتاعنا اللي هنعملهم كده مع بعض بس ما عندكيش لحمة داني اشتغلي باللحمة اللي موجودة عندك ما فيش اي مشكلة خالص هيبقى عندي بامية ولحمة داني فلفل حامي وفلفل رومي بصلايا مفرومة اه ايه تانيتوم كزبارة وشوية بوهرات مشكلة وهيبقى معانا كمان عصير تماطم ومعانا صلصة دي كده مآدير البامية باللحمة الداني طيب ندخل على مآدير رز حبة وحبة عندي كيلو رز هاخد ربعه بس هو ده اللي هيتحمر معايا وعندي كمان سمنة مستيكة وحبهان وملح ومية عادية من الحنفية مش مية سخنة خليكوا دايما دايما مع الرز المصري بتاعنا بنحط مية من الحنفية المية السخنة تنفع جدا جدا مع الرز البسمتي لكن الرز المصري بتاعنا حطيله مية من الحنفية يديك نتيجة في السوى احسن بكتير اول خطوات هعملها انا هشتغل بقى ايه في الاتنين مع بعض في الرز وفي البامية عشان نخلصوا الاتنين سوا ونتغدى على طول بإذن الله عندي بالنسبة لللحمة الداني شوحتها الاول عملتها زي كباب الحلة كده شوحتها في بصل كتير بشوية فلفل اسود بس مش محطوط فيها ملح ولا اي حاجة لغاية ما دخلت في السوى وبصوا غمقت معايا ازاي هعمل ايه بقى دلوقتي هروح معلية النار انا كنت موطي عين البوتاجاز خالص هعلي النار وابتدي اعمل بقى الخطوات بتاعتي خلاص هي دخلت في السوى يبصوا كأنها خلاص استويتها هي دي اللحمة الداني ما بسلوهاش لما بشوحها بالبصل وتاخد اللون الغامي الحلو ده بتدي طعم حلو جدا جدا في طاجن البامية كل اللي هعمله دلوقتي هروح مزودة بقى بصلة بصلة صحصح للدنيا ماليش دعوة بالبصلة الاولانية اللي سويت لها اللحمة البصلة الاولانية خلاص دبلت دي البصلة دي بقى بتاعة البامية اللي هتدي ريحة وطعم حلوة كده في البامية كده وهسيبها شوية صغيرين بس تسخن وتاخد وتدي كده مع اللحمة مش اكتر من كده طيب بالنسبة للرز كيلو الرز اللي عندي جبته غسلته كويس قوي وخدت ربع بس وحطيت معلقة سمنة على النار وبحمر الربع بس بالشكل ده لغاية ما يصلي بني كده او دهب يغامق شوية يعني هنا دلوقتي دي معلقة سمنة والرز اهو ده ربع ربع الكيلو بس خلاص طيب هعمل ايه بقى عشان اديله ريحة حلوة هحط فصين مستيكة بسم الله اول كده ما يبتدي يلون معايا لو من الاول خالص المستيكة والحبهان ريحتهم بتروح ننزل لكم يا جماعة البهارات بتاعتنا بهارات هالة عشان نطلبتوها كتير ننزلها لكم دلوقتي يلا سوريها بالموبايل على طول واعمليها خطيات باركم انا عندك والتخديميها في كل انواع الاكل ادي ايه ريحتها في منتهى الجميل العسل بجد يبقى انا دلوقتي كده شغالة في اللحمة بشوحها مع البصلايا الاخيرة بعد ما اللحمة دخلت في السوا فحلى والحلة التانية بحمر ربع بس ربع كيلو الرز اللي عندي ريحة طلعة جميلة والله اكبر عليها انتوا عارتين اصلا لحمة ضاني ريحتها زي العسل في التشويح كمان بتبقى اجمل من السلق مرة يبقى انا دلوقتي كل اللي عملته ان انا حطيت بصلايا بعد ما اللحمة دخلت في السوا منجع بالبصلايا الاولانية اللي شوحتي فيها اللحمة ماشي دي بصلايا جديدة للبامية طيب وانا شغالة كده هنجيب الهون ونكلم مادام نادية مادام نادية صباح الفل صباح الخيل يا وانه ايه ازايت يا حبيبتي عامل ايه اخبارك ايه حبيبتي قلبي احلى بامية من ايه تشفها بصي اظن انت عارفة انت عارفة ايوة ايوة جاية اهي جاية في السكة اهي فين البتنجان بقى اهو والله اهو استاذ شريف اهو عايزين نوري مادام نادية البتنجان اهو البتنجان كله تمام يعني السكرة كاملة النهاردة ان شاء الله تسلم اليكي وصباح الخل عليكي وربنا يتعد وقتك واوقاتك ويسعدك كده اسراء ومحمد يا ربي ويعادك بحج هناء فيك يا ربي بحيى طبعا في الكاست كله بحانى بحيى بحيى من حبيبة قلبي اشكرك ومخراجناة وكل الناس الكاست الجميل اللي اسلاميلي يا حبيبتي اشكرك يا مادام نادية شغالين كده في الوصفتين مع بعض حوضت النار بس شوية كده على الرز انا بعمل ايه بقى هنا في الهون حطيت توم فلفل حامي فلفل بارد وادى شوية كزبرة كزبرة بتبقى كتير شوية بتبقى روعة في البامية ودي كده دقة حلوة وهناخد مصها بس دلوقتي كده مش مش يعني عارفين مش دقة اللي هي دقة كاملة للاخر لا ده انا مجرد بس ايه بخليهم كده يتبالوا مع بعض مش اكتر من كده هاخد مصها على اللحمة كده بسم الله شايفين ازاي والنص التاني هنسيبه دلوقتي الله على الروايح وهحط كمان قرن فلفل حامي اهو معيهم وهقلب كله في بعضه وعايزين نقلب الرز كمان كم التبقى ياخد لونه اهو شمي بقى هنا ريحة التشة اللي حطناها بطوم بالفلفل الحامي بالفلفل البارد وقرن الفلفل اللي حطناه سليم ده والكزبرة كمان شموا الروايح اللي طلع دي تعالوا نخلص الرز خلاص اتحمر معنا هنزل ببقية بقى كيلو الرز بالشكل ده وهقلبه كله في بعضه بسم الله يبقى انا باخد الربع بس هو اللي بيتحمر اي كمية رز عندك تاخدي ربع الكمية بس وبعدين هنسقيها بالمية وزي ما اتفقنا مية بردة بسم الله حلو الكلام قوي ونحط الملح وزي الفولد اوه بس كده الرز خلاص نغطي عليه بقى بالحبهان اللي فيه بالمستيكة بالكلام الجميل ده ونسيبه يتشرب ونكمل بقية البمية بعد ما حطينا البصلة وبعد كده حطينا آآ الطاشة الاولانية خالص نص الطاشة هجيب بقى البمية نفسها بسم الله وهنزل كده على اللحم هذا الشكل يعني معنى كده ان احنا بنيديها تشويحة في الاول خالص قبل ما بنزل بالصلصة مش بنزل بعصير الطماطم والصلصة الاول تتسبك او تغلي لأ ده انا كله كله في بعضه كده بصوا اللحمة بقى كأنها ايه متحمرة تبقى في قلب الطاجن كده كأن اللحمة متحمرة منها فيها وشوح البمية كويس قوي التشويح ده ما بيخليش البمية تتغيري منك ابدا في الطاجن في الفرن يا بوسي عليكم السلام اخبارك ايه يا عبا انا بحبك جدا والله عظيم بنجيخليك يا رب تعيش بنجيكرمك يا رب عقدت عايزة عرف البمية الويكة والنبي الويكة حاضر من عناية سهلة جدا جدا وممكن نعملها كمان في يوم يا بوسي عشان خطر من عناية تلانيلي مع الف سلامة خلاص كده شوحت البمية تشويحة كويسة قوي هنزل بعصير الطماطم بسم الله الصوت ده معناه ايه؟ معناه ان كل المعدير اللي قدامكم في الحلة دي اتشوحت كويس قوي اهو بقيت عصير الطماطم طبعا هي كده لسه شرقانة هروح واخده مع علاقة صلصة وهزودها مية سخنة او لو عندك شربة نقلب عشان بس ايه؟ نشوف مقدار الماء اللي هنزوده قد ايه؟ رحيتها طلعة زي العسانات شايفين ازاي؟ عمر البمية بالتشويحة اللي في الاول خالص دي امرها ما تتغيري منك حتى لو باتت عندك وغلتيها كذا مرة تشويحة الاولانية دي تنشفي كل السوالة اللي موجودة في الحلة وتشوح البمية كويس قوي قوي مع اللحمة انسي بقى تشويحة دي عارفين اللي هي بتديها امان كده نزود بقى شوية مية سخنة بسم الله وزي ما قلتلك طبعا لو عندك شربة مسلا شايلها من قبل كده يكون احسن ويكون افضل احنا لغاية دلوقتي لسه ما باهرناش وما حطناش الملح المناسب لها ما بنحطش مية كتير تغطيها لا بخليها طرية كده بصوا القوامل مزبوط خليها طرية كده بس المية مش مخلية البمية عايمة فيها لان هي لسه دلوقتي هي لسه نية لما تستوي وتدبل وتهدى هتبص تلاقي كمية السوال دي زاد التاني معاك فاحنا مش عايزين الدنيا تعوم كده مظبوط وحلو قوي والقرن الفلفل اللي على الوش ده بيقول لكم ايه بيرمز لكم بيعنيه دلوقتي بقى نحط التوابل بتاعتنا ملح كده نزبط الملح فلفل اسود بحب قوي الفلفل اسود في الطبيق يزيد سنة بيدي كده طعم وريحة مفحفحة في منتهى الجمال وبهرات هالة البهرات المشكلة بتاعتنا او اي بهرات مشكلة عندك بس مش هنحط اكتر من كده بس شمي الريحة بقى والما تغلي معاك لحتها تبقى ماليا لبيت كله عندك الجران هيخبطه عليك كده بالشكل ده اهي يا ستي وغطي عليها واسبها تاخد غلوتين وهيبقى لسه فيه طاشة معايا زي طاشة الملوخية بس مش دلوقتي امتى الكلام ده لما تغلي كويس قوي وتكون دخلة في السوا بص هي هتقوم هي هتغلي ليه عشان انا لما جيت زودتها ميا زودتها كمان ميا سخنة عشان افضل محافظة على درجة حرارة كل الخليط اللي موجود في الحلة يبقى احنا في الاول شوحنا اللحمة الضاني زي كباب الحلة ببصلتين كده مفرومين وفلفل اسود ومعلقة سمنة وفضلت كده اشوح فيها الاقي اللحمة محتاجة شوات مية ازود شوات مية سخنين مش مية سقعة تشربهم وعايزة تاني افضل اساسها لغاية ما لاقي اللحمة هتبتدي تدخل في السوا مستودش للاخر هروح جاية بقى عاملة بقية الخطوات اللي عملناها النهار ده مع بعض زودت بصلة مفرومة قلبت كله عملت خلطة حلوة قوي في الهون عبارة عن فلفل حينية على فلفل بارد على توم على كوزبرة ودقتهم مع بعض اهم بصوا بس مش دقة اللي هي عملتهم معجون كده لأ دقة خفيفة يا دوبك دبلتهم بس خدت نصها في الحلة معايا وانا بحط المقادير كلها واول ما ريحتها طلعت روح تنزلة بالبامية عليها على طول وفضلت اشوح البامية باللحمة بالخليط الحلو ده ونص الخلطة التاني سيبافل هون هو ده اللي هيبقى الطاشة الحلوة بتاعة البامية ان شاء الله يا داليا سيباح الخير زيك يا داليا الحمد لله يا امر اخبارك ايه الحمد لله انت عامل ايه يا حبيبتي اخبارك ايه بخير شفت البامية بتاعتنا يا داليا يا حلوتك يا جمالك خلتلي الحلوين ايه الله يكرمك يا حبيبتي لا ولكن ما اتقوش من ايدك برضو طاج الملوخية باللحمة يعني ايوة ايوة بقى مش اي ملوخية ولحمة ما تجريش رئنا اكتر من كده يا داليا الله يكرمك طب بزمتك بص البامية بتضحك ازاي جوه الحلوة بص البامية اه والله صحيح ربنا يخليك يا حبيبتي صباح الفل عليك يا داليا اشكرك حبيبة قلبي هنغطي بقى على الحلوة دلوقتي ونطلع فاصل ولما نرجع هتكون خدت الغلوتين بتوعها اللي احنا متفين عليه ومش هنسويها للاخر لو هدخلها الفرن لو هكتفي بالحلة كده هعمل التشة لما البامية تستوي شوفوا الفرق قد ايه طيب احنا دلوقتي هنسويها على ما انتوا تطلعوا فاصل وترجعوا نعمل التشة ومع بعض فاصل قسير بس سوا القناة تتغير اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل في الفاصل الاولاني كنا بنعمل البامية باللحمة الضاني البامية الخضرة التازة اللي لسه نزلة في سوق الفترة دي جميلة جدا جدا يا جماعة والبامية فيها طعم وريحة كده مختلفة ما شاء الله على المحصول اللي لسه نازل من البامية جبنا حتة لحمة ضانية وبنعمل عليها شوية بامية كده حلوين يستهلوا بقوكم ان شاء الله وكمان عملنا جنبها رز حبة وحبة زي ما اتفقنا هو اكتر نوع رز بيليق جدا مع البامية عملنا الحلة وبتتشرب وطينا عليها وبعدتها على نار هادية خالص وكده كده نعمل لكم الصبح شوية رز هون برضو كيلو رز ونفس الحكاية زي ما اتفقنا ربع الكيلو بالزبط هو اللي بيتحمر ماشي وبعد كده بحط فصين مستكة فصين حبهان لو موجودين عندك بيدي روحة حلوة قوي وبكمل بقية الرز الابيض عليها وبدي تقليب كويس وزي ما اتفقنا بنسيب مياه من الحنفية بلاش مياه سخنة علشان الرزاية ما تستويش بسرعة من بره ويكون قلبها للسانية طيب البامية بتاعتنا خلصناها ويقفنا لغاية ما غطينا عليها وسبناها تستوي بسم الله بصوا بقى المنظر شوفوا اهو مقدار عصير الطماطم والصلصة ما كانش كده كان اقل من كده لكن اللي حصل زي ما قلتلكم لما البامية دبلت ايه اللي حصل الصلصة زادت اهي شايفين وشوفوا التشويحة اللي قلتلكم عليها والله مهمة جدا لو تعرفوا مهمة قد ايه تشويحة الاولانية خلت البامية بتستوي بس ايه بشخصيتها زي ما هي محتفظة بنفسها كده زي ما هي ما تهرتش ولو قعدت عندك قد كده برضو ما يجرلهاش اي حاجة خالص تعالوا نغطي عليها ونسيبها تكمل سواء وهي بتجلي كده نعمل لها طشة حلوة اوي في منتهى الجمال زي طشة الملوخية بالزبط بس دي بيتزيد عليها ان احنا بنحط فلفل حامي وفلفل بارد مع الطشة هعمل ايه هنزل بالسمنة مين معنا استاذ فايزة زكي قبلها لا حبيبتي ازايك صباح الفل حبيبتنا حبيبتنا يا حبيبتي عامل ايه واخبارك ايه الله يخليكي قبلها لعشة رجليك يا حبيبتي ربنا يخليكي تسلميلي يا قلب تسلمي مش عارفة وصلك ابدا ليه يا حبيبتي اديكي وصلت اقول الحمد لله يا ربي كلك محبة وشكرا ليكي الله يكرمك ودائما ناس محصوظة بقولي حترتك ايه قوليلي يا حبيبتي انا ما عنديش هلا لستتين جلاش اللي هو المطبق اللي بتحمري في الزدة وجوه جبن اه اه حمد عايزة لا عايزة اي حشوتين سيامي طب والله فكرتيني بالوصفة دي ما عنديش هلا هم عايزة عاملهم هتقوليلي عليهم ولا هتتتنسي بص يا ست انت ممكن تعملي طب ماشي وحيات وحيات اسراء عيني خذي النمرة من منا ما تقفليش طب والحشوتينك والحشوتينك والحشوتين ما عنديش اللي هو بقولي اعملي تونة ماشي تونة سمعيني هي قفلت تونة خرطي عليها كده بصل ويا ريت لو بصل اخدر وفلفل وعصير لمون وشوية تخل وقلبت تونة كلها في بعضها ويحشي بيها ممكن اعمل خضار بسلة على جزر على فصولية خضرة وحشي بيها ممكن التونة نفسها تسلوي بطاطس وتهرسيها بالشوكة كويس قوي ودي فيها على التونة وتقلبهم في بعضه بتحشي بيها وافكار كتيرة قوي ممكن تشتغل بيها في يومي تبقى زي العسل معاك يا حبيبتي اشكرك ويا رب يا رب الكام فكرة اللي عملناه قولتهم لك بسرعة دول ينفعه معاك بإذن الله بصوا بقى التوم بالفلفل الحامي والفلفل البارد والقصبرة دقناهم في الغون وحطناهم في معلقة سامنة ويا سلام على جمال التشة دي التشة دي بقى لسه كنت بقول لحد حبيبنا هنا بتجيب مع البامية من الاخر شم الريحة بقى بعد كده نقلب بس كده الاول كويس ونعل النار تغلي كويس قوي معانا ودي تشويحة حلوة قوي للتشة بتاعتنا خدوا بالكم دايما في الملوخية بقولكم ايه متسيبوش التومة للاخر لا هنا بقولك غماء التومة شوي يلا بينا بسم الله 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 شميتوا الريحة وانتوا قاعدين دلوقتي في مكانكم اكيد اه اكيد 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 يا استاذ شريف ايه اللي بيحصل النهاردة ده ايه اللي بيحصل النهاردة ده شوية بامية لوز العينة بالنهار ده يستهلوا بقوكم باذن الله نغرف بقى هنا انا عندي البامية على ما انتوا طلعتوا فاصل ورجعتوا كانت استاوت السوا اللي انا مش حابة ان انا ادخلها الفرن تاني بعدها عشان كده بقولكم لو هتعمليها طاج في الفرن تبقى قبل كده قبل المرحلة دي تبقى لسه البامية مسكة نفسها شوية طيب هنا عندي خلاص هي تمام كده مش محتاجة حاجة هقدمها ازاي هقدمها في طباق عادية عادي جدا وممكن كمان احطها في طاجن وقدمها برضو في الطاجن ولا اي اندهاشة ولا اي حاجة نمسح بس كده المكان اللي هنقدم فيه عشان ايه يوصال شريف يبقى مصطوط مننا الشكل ده وتعالوا بقى دلوقتي اول حاجة هغرف في طبق حلو قوي قوي يليء بالبامية اهو يلا بينا نمسك بس الحلة كويس بسم الله تقليبة بقى حلوة ريحة الطاشة فضيعة فضيعة بسم الله اهو بصوا ازاي اتسبكت كلها بمعضاء معين انا حطا كله نايف نايف لكن شايفين التسديكة الحلوة وقوام الصلصة عامل ازاي والبامية بتتحكلك ازاي بتقولك فين الرغيف الحلو بتاعك او فين الرز الجميل وإحنا عملنا الرز الحمدلله مع بعض زي العسل واللحمة كده في كل حتة شايفين الطبق اظن مفيش احلى من كده في الدنيا بنيا اهي وزي ما اتفقنا ما عنديش لحمة ضاني ما عنديش مشكلة اي حتة لحمة عندك واشتغلي بنفس خطوات الشغل بتاعتنا دي بالزبط كده اهو بس عسل 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 ايه دي طبق طبق البامية المتين بتاعنا نجد منديل ونمسح بس كده مطرح الغرف بس يا ستي ايه دي شوية البامية اللوز اللوز النهاردة ايه العسل تفضلوا طيب هعمل ايه تاني زي ما اتفقنا هحط في طاجن وممكن بس اخلي يا دوبك الطاجن كده غلوة واحدة بس في الفرن وممكن اسخن الطاجن واقدم فيه كده عادي يعني ده ينفع وده ينفع كده يلا بسم الله شايفين ازاي اهو عايزة بقى كده الدخلية الفرن تتشمع بس كده مع الطاجن ما فيش مشكلة ادخلها قلبينا كلنا بقول ليه لا لا هندخلها قلبينا بقولها هندخلوا الفرن اتشمع بقول لا لا هندخل قلبينا بصوا بس يا ستي وزي ما قلتلكم وبااكد عليكم ثاني التشويحة الاولانية هدها ايه اللى هتخل البانية دي لو باتت عندك بتسخنتيها برده هتفضل بنفس الشكالده الحباية مسكة نفسها بنفس الشكل اللي انت شايفينه ده عمرها ما هتتهري منك زي ما انتوا دايما بتشتكوا البامية اول يوم بتبقى كمامه زي الفل باجي تاني يوم اغليه هواكل ابو الصلاة اتهارت بقى كل ده ما فيهوش اي ملامح بامية شوحوا البامية في الاول بس مش اكتر من كده ادي كمان الطاجن العسل بتاعنا ده بالوقت بقى هوريكم انا بحب اكل البامية ازاي وانا عارفة ان فيه جمهور كتير اوي للبامية بيأكلها بنفس الطريقة بتاعت دي بصوا يا سكت واجيب طبق صغير عشان هعصر عليها لمون عشان اللي يتفقد باللمون ما ينفعش يرجع في الحلة تاني هعمل ايه بقى كده بصوا شوية صغيرين واجي اقماع البامية الجميلة دي تبقى في الطبق مغرية كده بالشكل ده ماشي وهنعمل ايه بقى يا وساش شريف تعال بقى هنا كده هروح جايبة لمونة نصي لمونة كده بصي وعليها وهي سخنة كده بالشكل ده مين اللي بيقول الله الله مين كده قلبك الصغير ام القلبي انا الصغير وبعدين العيش وبعدين عبدا والله بصوا ودن القطة مش في الملوخية بس ودن القطة كمان في البامية فين اكتر حتة نزل فيها اللمون اهي اهي بصوا اهي بتخيالي بقى وانت بتاكل لقمة كده ومية عين وعين في كونترون بصوا ايا دي البامية باللمون دي بقى عيش السنين بسم الله عسل 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 تضيعة الطبق دي يلزمني يبقى احنا عرفنا النهار ده البامية اتلاها مضبوطة ازاي بتعملي طريقة البامية دي بصراحة بصو الشريف انا عايز اكمل انا عايز اكمل اهيه اللاسعة الخفيفة دي كده لا لا في الفصل جايين يجروا بص قالوا لي والله في ودني في الفصل احنا جايين نجري رسعة الفلفل البسيطة الحمية دي مديها كده عارفين شهية جدا جدا متتخيضوش قد ايه عملناها بطريقة سهلة بسيطة عملنا جنبها كمان رزة حبة وحبة يلا دلوقتي يقومي على طول اتسلي هات البامية وهات اللحمة واعمليها بالطريقة دي وانت بتاكدي كده باستمتاع ما تنسيش تدعيلي دعوة حلوة اطلعوا فاصل وارجعوا نكمل الحلقة مع بعض فاصل قصير بس سوا القناة تتغير اشتركوا في القناة اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل في الفاصل اولين يعملنا شوية بامية باللحمة دوني يستهلوا باقم حاجة كده زي العسل بترجعنا للزمن الجميل مهما عملنا اكلات حديثة ومهما اشتغلنا على الجديد برضو يظل القديم ليه رونقه وليه طعمه وليه جماله بمناسبة الجمال بقى والرونق والمظهر الجذاب الجميل النهاردة معانا دكتور هيبا العودي حبيبة قلبي او جميلة الجميلات اخصية التغذية العلاجية والتجميل ومندوبة من فيتار مجلوبال ازيك دكتور ازيك اللي عاملة ايه صباح الفل عليك يا حبيبة قلبي مش قادرة اقولك الريحة واو ما شاء الله عليك بس لازم لازم احنا اتفاقنا بعد الهوى هنفرش الفرشة انا اللي بقولك طيب بعد الهوى بقى لأ على روائق نفرش الفرشة ونقعد نديها بقى البامي باللمون باللمون انت زي من عشاء روعة روعة بجان طيب احنا ساعات بيهفنا الشوق كده للأكلات الأديمة وانت عارفة الأكلات الأديمة بتبقى دسمة شوية او تقيلة شوية فاحنا دلوقتي لو حد مسلا واخد كرسي فيتارم وماشي عليه هو قاعد دلوقتي بيشوفنا يقولك ايه ده انا باخد الكرسي انا مش هقدر اعمل الأكلة دي هنقوله ايه بقى هو مش بس الأكل اللي التقيل حتى الجنكفوت اللي بيتبعبر ما هو برضو تقيل مليان برضو حاجات مهدرجة زيوت وسم كل كل الأكل سواء لو هو أكل بيتي أو أكل برا فطبعا بيسبب زيادة الوزن احنا هنا بروتوكول اللي بينزلوا في تارم جلوبال ده بيعالج زيادة الوزن والناس اللي جاء وزنها مثالي وخايفة تصاب بزيادة الوزن وبيعالج التبعيات أو الأمراض اللي هي نتجة عن مرض السمنة زي الضغط زي السكر أنا ممكن أصاب بالضغط لمجرد أني أنا عندي سمنة أصاب بي أو أكون عرضة لمرض السكر طالما أنا عندي سمنة هو طبعا عندي من أحد أسباب هو مش بيبقى السبب الرئيسي ممكن أن أنا أصاب بتوتر في النوم أو ما نسمى الشخير عشان أنا عندي سمنة ممكن أن أنا حمل أيها ده ممكن إيه شخير أو هي بتتكلم النهجان النهجان طبعا أوتوماتيك على طول الدكتور بيقول له لا نزل وزنك أصاب إن أنا بزود حمل زيادة على ركبي ومفاصلي والعمود الفقري عشان أنا عندي سمنة ففي ترمج لوبال بتعالج كل المشاكل دي مرض السمنة وتوابحها عن طريق القرص من خلال كرصات ومنتجات بتنزل الوزن بطريقة أمنة وصحيحة ومطمئنة ليها وفي نفس الوقت بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع أسعار اقتصادية عليها عروض وعليها خصومات كمان أنا كنت لسهول طبعا عشان كده دايما فيتارم رفعت في الآخر خالص شعار أرخص كرص في مصر يعني أنا مكتش مش متخيلة يعني إيه أرخص كرص في مصر لغاية ما فعلا عرفت تمنه زائد كمان الخصومات اللي بتنزل عليه يوميا نعرف بقى من حضراتي كرصات وعليها كرصات هدية وكمان خصم بيوصل لسبعين في المائة كمان يعني تقريبا الكرص الفردي أو الكرص الأحادي اللي بيكفي عندي شهر اللي هو عبارة عن علبة كابسول وعلبة نقط وعلبة أعشاب واللي بإذن الله بخصي فيه من عشر إلى خمستاشر كيلو في الشهر ده بينزل بخصم خمسين في المائة أما الكرص السنائي اللي بيكفيني شهرين واللي بنزل فيه من عشرين لخمسة وعشرين كيلو وهو عبارة عن علبةين كابسول وعلبةين نقط وعلبةين أعشاب بيبقى الخصم فيه زايد شوية بيبقى سبعين في المائة وطبعا ده لحد اتنشر بالليل أما الكرص السلاسي لأصحاب الأوزان العالية أو الناس اللي عايزة تنزل عدد كلوات كبيرة في وقت قصير ده اسمه الكرص المكسف وبرضو عليه خصم سبعين في المائة لحد اتنشر بالليل حلو جدا يبقى الخصومات النهاردة سبعين في المائة سبعين في المائة وخمسين في المائة للكرص الفرد اللي بيكفي شهر طبعا الشحن مجانا لحد باب البيت زي ما احنا متعودين من فيتر مجلوبا طبعا ده لازم طبعا يعني عشان محدش يزعل ثانيا المتابعة الإسبوعية موجودة كل أيام الإسبوع و24 ساعة في اليوم المتابعة في فريق طبي على أعلى مستوى بيرد على استفساراتك وعلى تليفوناتك بنشوف منها طبعا بيعرض لكم الكورس اللي بيصلح ليكي وللحالة الصحية بتاعتك وللفئة العمرية والمناسب ليكي وبيتابع معاكي طول فترة ما انت بتاخدي الكورس يبقى انت مش محتاجة تنزلي تروح العيادة تتابعي مع الدكتور أو تلاقي الوقت وتخدي الوقت وملاقي النهاردة الدكتور مجاش ولقى هتتساعتني في الاستشارة والكلام ده كله ما فيش الكلام ده خالص مش محتاجة منك ان تتصل بارقام التليفونات اللي بتنزل على الشاشة أو برسائل الانبوكس للصفح بتاعتنا في طرم جلوبل بالانجلش وبالعربي وصفحة تلتا آه طبعا ان شاء الله وصفحة التخصيص والرشقة تبعاتوا رسالة على الانبوكس لو التليفونات مجغولة لان بيبقى فيه ضغط تليفونات كتير بعد الحلقة بتتصلوا فريق الطبي بيرد عليكو بيستقبل المعلومات والبيانات الخاصة بيكي وبيعملك فايل ليكي مدون عندك وبيرشح لك الكورس المناسب بيعرف مشكلتك ايه والمشكلة اللي قدت لزيادة الوزن وبيديك الكورس المناسب ليكي وبيتابع معاكي على مدار الشهر يبقى احنا تانية دكتور كل اللي مطلوب مننا يا جماعة ان احنا نتصل على اي رقم من الارقام اللي موجودة على الشاشة هي دي بس الارقام الوحيدة لفيتارم جلوبل زائد عندنا 3 صفحات لشركة فيتارم جلوبل مفيش صفحة ربعة هم التلاتة بس عندنا فيتارم جلوبل بالعربي فيتارم جلوبل بالانجلش عندنا كمان تخسيس ورشاقة هم دول التلات صفحات وعندنا ارقام التليفونات اللي عشاش صوروها يلا دلوقتي على طول او يلا ساي فيها هي موجودة قدامكم طول ما احنا عاديينوا بنتكلم الارقام موجودة قدامكم اتصلوا على طول عشان تلحقوا الخصومات النهاردة زي ما دكتور هيب قالت الكورس الفردي عليه 50% خاص ده لله اللي عايز يزبط بس كده تصديد او حاجات بسيطة وعندنا الكورس السناقي عليه 70% خاص والكورس عليه كورس ايوا الكورس عليه كورس مجد صحي كده او وطبع النوعين الكابسولي اللي موجودة في الكورس السناقي نوعين مختلفين او وهنتكلم عليه بعد الكورسات هنتكلم على انه وكمان فيه الكورس السلاقي اللي هو الاوزان العالية الكورسين عليهم كورسي دي أي نوع من الأنواع اللي تكلمنا عليها الشحن ليه مجانا لغاية باب البيت معاقم والمندوب كمان معاقم وكمان عندنا المتابعة مجانية يا جماعة في أي وقت طيب عايزين إيه تاني لما يكون عندي كرس عليه كرس وكمان خاص 70% وكمان الشحن مجانا وكمان المتابعة مجانا وكنت كل اللي مطلوب منك وانت قاعدة وحطك ببيتي الشاي قدامك تمسك موبايلك تتسلي هيرد عليك فريق طبي كامل على أعلى مستوى كل اللي هيطلبه منك ان انت بس تقولي معلومات عنك بتاخدي علاج لقدر الله من حاجة بتشتكي من حاجة وزنك قديه طولك قديه سنك قديه مفيش أكتر من كده وهم في الحالة دي بيقولولك لأ انت اللي نسبك الكرس الفلاني ايا كان الكرس الخاص مشغال زي ما هو 70% وايا كان الكرس الشحن مجانا والمتابعة كمان مجانية انت بتقولي لهم يا لولا انتوا عايزين ايه أكتر من كده شو بيك لوب بيك عايزين يعرفوا طبعا من حقهم يعرفوا التكات والتفاصيل البسيطة اللي هتقابلهم وهم بياخدوا الكرس هم فاكرين ان هم هياخدوا الكرس او المنتجات والكابسولات والنقط والأعشاب بس في نفس الوقت هيعملوا نظام طايت انت مش مطلوب منك تعمل نظام طايت دي كانت المدرسة القديمة اللي متعودين عليها اللي متعودين عليها مريض السمنة يقول انا مش قادر انزل وزنية عشان انا مش قادر اقفل بقي انا بطلب منك ما تقفلش بقي انا اللي خليك اوديك كابسولة تحسسك بالشبع تحسسك بامتلاء في معدتك تخليش هييتك عندك مش ملحة ما تكلش عمالة على بطال وهي دي مشكلتنا الاساسية احنا شعب اكل بناكل كتير وبنحب الاكل وبنحب البمية ونحب الضاني واللحمة الضاني واللحمة الضاني هنأكلها ايوة هنأكلها بس هنأكلها ازاي واحنا حاسين باللمون شو تقول اناكلها ازاي اناكلها باللمون والله هنأكلها باللمون طبعا احنا لازم هنأكل كل الاكل احنا مش هنحرمك من حاجة انت مش مطالب انك تاخد الكابسولة ومزار في ساعة هتحس بالشبع وعلى مدار 14 ساعة هتتواصل معاك خاصية الشبع والامتلاء هيفضل في معدتك جزء صغير قد كده تقدر تاكل فيه كل اللي انت عايز نعم نعم بقى يعني قدامي طبق أبامي مثلا إيه لقمتين ثلاثة ولاقي نفسي ورادية يعني نفسي شباعة ورادية أنا عادي له لا أنت عارفة أن أنا باخد الكورس والأيام دي باخد الكورس بتاعي أجي في وقت زي غدا ممكن أكل طبق صغير ننزل اللي كنتي بتاكل فيه أولا إن أنا حاجة زي ليه أولا وليه أنا جمان مش زي بعض أكل طبق زي ده أه بيرغيفش عيش بس كده عندي طب إلا هيضمن اللي أنا أكلته هنزله أو أحرقه سعرات الحرارية أنا رضيت حسة الأكل عندي بالضبط رضيت الرغبة بتاعتي وفي نفس الوقت لقيت نقط أو كابسولات بتحرق لي اللي أنا أكلته يبقى أنا ضربت يا جماعة عصورين بحاجة كلت كل حاجة وأي حاجة بكميات اللي معدتي بتطلبها لإن أنا قفلت لك 3-4 المعدة كلت اللي أنا عايزه وفي نفس الوقت أخدت كابسولة أو أخدت نقط أمنت لنفسي بصرف النظر يعني على حسب الشخص اللي هيتصل أو اللي هيتطلب كابسولة أو كابسولتين كابسولة أو كابسولتين أو كابسولة ونقط كل حالة وليها الجرعة بتاعتها والوقت المعين اللي هتاخد صحيح طيب أطمن منين أننا لما أكل طبق بامية زي دي جماعة أننا نحرقوا وأننا نزلوا صحيح بل بالعكس أننا لما أحرقوا يطلع لي طاقة أستفد منها في نشاط اليومي أنا لما أحرق الدهون يطلع لي طاقة أننا لما أخد النقط في العصر تقريبا أو في نص النهار وأخد كابسولة اللي بتنحت لي الدهون وتكسرها لي وتفكتها لي وتاخد لي أي سعر حراري تحولهو للطاقة يعني بزبط شكل الجسم كمان طبعا مش بخس بس وبعد كده بص لي مثلا الجلد بقى ابتدى فيه ترحولات وسلولايت وستريتشوارت لا 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 ما عندي ناش كلام ده لا أنا عندي النقط وكابسولات نحت القوام دي مسؤولة عن تنحيف المناطق اللي فيها تكتلات ودهون ليه كلها مواد فعالة كلها كل وظيفتها أنها لها قدرة كبيرة جدا على حرق وتفتيت الدهون وتحولها لي لطاقة يبقى أنا ضمنت أن مصنع الحرق عندي شغال على طول ورفعت معدل حرق الدهون دي لأربعة ضعاف النسبة بتاعت الأساسية وكمان حاجة مهمة خرجت من حالة الخمول والكسل زي ما حضرتك بتقولي أنها بتتحول لطاقة طاقة دي عبو سلاي نفسي أي ما تحرك لوحدي عشان كده اللي بينزل وزنه ليه بيحس نفسه أنه هو زي الفراشة ليه بحس أن أنا نشاطي زاد ليه عشان الدهون اللي تكسرت اتحولت لطاقة بيستفاد منها جسمي فأنا دلوقتي طيب أنا فترة نزول الوزن يا لولا إيه اللي بيحصل أو إيه المشاكل اللي بتحصل لأي واحد بينزل وزنه ومشكلة لدرجة اللي دايما نقول إيه على طول وهلات سودا حوالينا وهلات سودا شعر بيوء الدين بتترعش لا طبعا أنا مدعمة الكورس ده من خلال كيس الأعشاب بتاعي بفيتامينز ومعادن وألياف كل مسؤوليتها أو كل وظيفتها إن هي تعوض لي اللي بينقص مني أثناء نزول الوزن ده طبيعي أنا بينزل وزني وافقد دهون هافقد معاه فيتامينز ومعادن فأنا لازم أعوض لك النقص ده أعزز لك الكورس بالفيتامينز والمعادن يعوض للنقص ويمديلي العضلة اللي تحت الجلد بالأكسوجين فالعضلة تشد لما العضلة بتاعتي تشد بتشد في المكان اللي هي فيها فتشدلي الجلد فيها فأنا كده أضمن إن ما يحصل ليش ترهلات عشان كده بنقول مع فيتارم هتخصي وتحلوي تحلوه إزاي بالكلام اللي دكتور يبقى قالته ده كله تلك كورس كامل كابسولات نقط وأعشاب كل منتج من دي ليه وظيفة لو جينا حطينا الوظائف كلها جنب بعضها هنلاقيها هي دي كل الحاجات اللي محتاجها مريض السمنة عشان ينزل محتاج إن أنا أقمع شهيته إن أنا أقفل له الشهية طبعا مش خالص لا تلاتة ربع احتياجه للأكل محتاج إن أنا زود له معدل حرق وتكسير الدهون باستمرار طوال الـ 24 ساعة محتاج إن أنا تدي له فيتامين زمعادن عشان يعوض له الناقص أثناء فترة نزول الوزن محتاج إيه تاني؟ محتاج إن يتسلوا محتاج إن يتسلوا محتاج إن يتسلوا محتاج إن يتسلوا بصي هم مش مطالبين إن هم يرفعوا سماعة التليفون يلحقوا العروض بتاعتنا ويستفادوا بالكورس بتاعنا سواء إن هو بينزل الوزن سواء إن هو بيكسل لي ثبات الوزن سواء إن هو بيعالج لي السمنة الموضعية بيعالج لي تبعيات ما بعد السمنة يستفادوا بالعروض اللي بتوصل لـ 50% للكورس الفردي و70% للكورس السنائي والثلاسي واللي ما تبيعش الحلقة من الأول الكورس الفردي يا جماعة ده علبة كابسول وعلبة نقط وعلبة أعشاب عليهم خصم 50% والشحن مجانا لحد البيت والمتابعة كمان مجانا واللي بنقوله كل مرة النظام الغذائي المناسب لكل حالة هتتصل هيصرف مجانا مع الكورس يعني انت واخد كورس بخصومات ونظام غذائي مجانا المتابعة مجانا والشحن مجانا خصم 70% على الكورسين سواء السنائي اللي بيكفي شهرين والكورس السلاسي اللي بيكفي تلت شهور والأصحاب الأوزان العالية طيب إحنا كان معنا تليفون يا جماعة قلتولي من شوية معنا إسراء إسراء اللي بنبدر يعيني على التليفون يا إسراء شواء الخير صباح الكير أنا أسفى يا إسراء والله حقك علي سيفيد يا إسراء يا إسراء تحت أول عملة إيه كيف حضرتك أنت شكلك نمت يا إسراء آه نمت مننا كلت بامية كلت البامية ما لحقيتش بها لسرعة بلاش الاتحامات دي البامية بعيدة عن أي اتحامات إيه سوسو أنت فيه كل أسل جميل يا شيفو ربنا يخليكي بصي دكتور هبة اتحمت البامية شفتش عملة؟ آه شفتش أنت السبب يا إسراء على فكرة الصباح الخير يا دكتور هبة حبيبة قلبي صباح الفل عليكي ومريضة أنا مريضة سكر وعندي ضغط متوتر يعني مش عالي ولا بيع لو يوضع بيع لو يوضع بيع لو يوضع آه 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 فمعلشي أنا كنت يعني عندي ما بقدرش أعمل ضايت لأن السكر ما بيخلنيش أعرف أعمل ضايت أكيد طبعا آه فكنت عايزة أعرف أنا عندي كمان استنى هرقمة في البطن والأرضية طبعا فهان الكرسي ده مناسب لي تمامي حبيبة قلبي أوكي خلاص آه إسراء إسراء معلش إحنا هنقفل وهنسمع الإجابة بعد ما تقفلي بإذن الله وانا ما أقولك آه بصي بصي يا إسراء دلوقتي دكتور هيبة هتجاوبك بس انت برضو اتسلي على الأرقام الموجودة على الشاشة عشان تعرفي رأي الفريق الطبي الكامل اللي زي ما بنقولكم دايما فيتار المجلوبة المحضرات لكم فريق طبي كامل على أعلى مستوى بيرد عليكم عارفة بقى إحنا دلوقتي وقتنا محدود فدكتور هيبة هتجاوبك كده بسرعة لكن الفريق الطبي ده اتسلوا يا جماعة ويسألوا على أي حاجة أنتوا عايزينها هياخد ويدي معاكم براحتكم خالص إن شاء الله وليلي بقى مشكلة إسراء مشكلة إسراء مريضة سكر ربنا يا عفية يا رب يا رب مريض السكر بالحقن الأنسولين أو أدوية السكر بتعمل إيه بتعمل نهم شديد في الشهية نهم شديد فكده أغلبية مرضى السكر عندهم سمنة أو الأول عكس أو السمنة اللي جابت السكر أو السمنة اللي جابت السكر ما شاء الله عليك يا لله والله بجد فعلا صحي كده فدايما مريض السكر واللي بياخد علاج السكر علاج السكر نفسه بيفتح الشهية أويش فبيخلي عنده نهم في الشهية أنا شفت حالات قصادي كده طول النهار إيديها في التلاجة أو في المطبخ بتاكله مجرد عايزة تعود اللي دواء السكر بيعمله دواء السكر بيكسلي السكر ويكسلي أي 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 أكل بيبناء باخده عشان ينزلهولي عشان ما يرتفعش السكر عنه الأدوية دي لما بتكسلي السكر بتفتحني جدا الشهية طب إيه اللي بيحصل بقى كده يبقى أنا مشكلته أنا عرفتها إن شهيته على طول مفتوحة فعشان كده بيصاب بزيادة الوزن طب أنا أقفله الشهية دي بطريقة أمة بطريقة صحية وفي نفس الوقت لا تتعارض مع أدوية السكر ولا تتعارض مع مرض السكر نفسه لأن الكابسولة عندي عشبية كلها ألياف طبيعية يعني الكابسولة في فيترمي بلوبال لا تتعارض كابسولة الكورس لا تتعارض وفي نفس الوقت هي حل للمشكلة بتاعت إسراء طبعا يعني هي لا تتعارض وحل للمشكلة سواء يعني قللت الدهون دي هي كمان بتعالج مرض السكر بتقلل لي الكوليسترول هيعالج لي مرض السكر وفي نفس الوقت هينزل لي وزدها عشان هي مش قادرة تتحكم في شهيتها مش قادرة تتحكم لأ أنا عندي الكابسولة اللي تقدر تتحكم في شهيتك ومن أول ساعة وتفضل الشهية مقفولة عندك 14 ساعة كابسولة عشبية ألياف طبيعية بتاخديها مع كبايتين مياه بتقفلك الشهية تلت تربحها ويفضل الكربح تقدر يتكل فيه وبيستحسن بتكل تزودي خضار بتزودي فاكهة فاكهة المسموح بيها طبعا المسموح بيها خضار وفاكهة وطبعا مريض السكر برضو بياكل جزء من النشويات وجزء من الكربوهيدرات طبعا ما بيمنعش كل حاجة زي المدرسة القديمة يا دكتور طبعا مدرسة القديمة كان لأ مريض السكر وإلا تجيله كومة السكر لو أنا منعته من الأكل خالص هتجيله كومة السكر فلا طبعا لازم أدينه نسبة سكريات ونسبة بروتينات وطبعا أنا بقول أن فيه نظام غذائي يا جماعة بينزل مجانا مع الكورس لكل حالة صحية بتتصل وهو دفايدة النظام الغذائي أنت بتستفادي بالكورس بتستفادي بالخصومات والعروض بتاعته بتستفادي بالنظام الغذائي اللي بيصرف مع الكورس بتستفادي بالشحن المجانة بتستفادي بالمتابعة المجانية طيب قبل ما نختم بايا دكتور بسرعة كده نعيد العروض بتاعت النهار ده طيب عشان كلنا نستفيد ان شاء الله العروض ان شاء الله هتناسب الجميع سعر اقتصادي جدا الكورس الفردي اللي بيكفي شهر عليه عرض 50% وبينزل فيه من 10 إلى 15 كيلو عبارة عن علبتين كابسول وعلبتين نقاط وعلبتين أعشاب يعني 6 علب عليهم خصم 70% وده بينزل فيه من 20 إلى 25% أما الكورس السلاسي اللي بيناسب أصحاب الأوزان فوق المية واللي بيكفي 3 شهور بيبقى 9 علب 3 كابسول وتلاتة نقاط وتلاتة أعشاب كل ده عليه 70% خصم الشحن مجانا والمتابعة مجانا والكرس معقب ونظام غذائي كمان مجانا بيصلح للحالة المتصلة ويا رب يا رب الكل يستفيد يا جماعة خدوا بصوا بينكم وبين الحياة الجديدة مكالمة تليفون مش أكتر من كده مكالمة تليفون الأرقام موجودة قدامكم على الشاشة اتصلوا بأي رقم من أرقام التليفونات اللي موجودة عندنا النهاردة خصمات حلو قوي عندنا 50% للفردي وعندنا 70% للكرسات السنائية والسلسية عندنا الشحن مجانا المتابعة كمان مجانا يا جماعة مستنيين إيه تاني أكتر من كده عشان لما نعمل شوية بامية زي دول ناكله مضامرنا مستريح يبقى في الكابسولة جوه بتأمين للدنيا تمام أنا مش قلقانة من أي حاجة يا رب يا رب كلكم تستفيدوا ويا رب الحلقة النهاردة تكون عجبتكم سواء في فقرة الطبخة أو فقرتنا الطبية اللي على طول بنسلط الضوء فيها على صحتنا اللي احنا بننساها احنا بننسا نفسنا احنا بنهتمل باللي حوالينا وما بنلاقيش بعد كده في المقابل حد يهتم بنا أو حد يقولنا لا اخذوا بالكم من صحتكم فأنا اللي بقول لكم اهو فقرتنا الطبية دي ده هدفها تاخذوا بالكم من صحتكم تاخذوا بالكم من نفسكم خصومات وعروض وشحن مجاني ومتابعة مجانية بمعنى اصاح بتقدم لكم حياة جديدة على صنية من دهم يا رب الحلقة تكون عجبتكم اشوفكم على خير بكرة ان شاء الله فوصفات احلى واحلى ومن النهاردة اللي بكرة اعسبكم في راية اللي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة